قانون جديد من أجل ترقية الاستثمار باعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل كبرنامج يحظى باهتمام خاص من طرف الدولة من بين السهلات والتنازلات التي أقرتها الحكومة في قانون الاستثمار مقبل الجديد هو تخلي عن قاعدة 49-51 يجذب الكثير من المستثمين الأجانب حيث يمكنهم من الحصول على ملكية الاستثمار 100% انطلاقا من تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وكذا استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات من بين الإجراءات التي شرع في اعتمادها من أجل الاستقطاب أكثر للمستثمين الأجانب عملية دراسات الملفات ستكون في ظرف ثلاثين يوماً من أجل المنح الموافقة أو الرفض مع التبرير بالإضافة إلى منح العديد من الامتيازات الضريبية والجبائية والتي تصل حتى إلى الإعفاء من الضريبة لباحة شركات لمدة عشرين سنة قوانين استثمار مارنة ومشجعة لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد تعمل على تبسيط كافة الإجراءات وتذليل العراقل التي تعترض المستثمر الأجنابي هو ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الأخير والذي يندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر